أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تردد أو تردد عن بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة يأتي ذلك في إطار جملة الثوابت المصرية التي تؤكد عليها القيادة السياسية دائما وأبدا بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وموقف المعابر مع القطاع بشكل خاص وفق مواقف راسخة وسوابت لا تتزعزع بتغير الزمان أو المكان تمضي مصر في طريقها مناصرة لقضية العرب وقضيتها الأولى على مر العصور سوابت تؤكدها القيادة السياسية في كل وقت وحين لتذكر الجميع بأنها ستظل حائط صد أمام أي محاولات لتصفية القضية أو لعزل قطاع غزة عن العالم وفي وقت تبزل فيه مصر جهودها الحسيسة لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر تحركاتها السياسية والديبلوماسية والإنسانية المتواصلة ترفض مصر محاولات المتجرة بأرواح الأشقاء عبر سياسة فرض الأمر الواقع من أي طرف كان مهما بلغت التحديات في ضوء تلك العقيدة وذلك الموقف وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وفي هذا الإطار طالما أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية مشدداً على رفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضهم وإمعاناً في التمسك بالثوابت نفى مصدر رفيع المستوى ما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة فطالما أكدت مصر مراراً وتكراراً أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني مشدداً على أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنصيق مع السلطة الفلسطينية وسعياً لإغاثة الشعب الفلسطيني أكد مصدر رفيع المستوى في وقت سابق أن استئناف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جاء من منطلق حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها وهو الأمر الذي رحبت به الرئاسة الفلسطينية من جانبها ليظل معبر رفح مصرياً فلسطينياً مهما حاول أي طرف قلب الحقائق أو التحايل عليها ولتبقى ثوابت مصر غير قابلة للمساس لا بالسياسة الأمر الواقع ولا بالتفاوض